أسعد الله وقاتكم بكل خير مشاهدين الأكارم وأهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج مع الحدث سنتحدث اليوم عن قطاع التربية الوطنية وكذلك استعداد لدخول المدرسي المقبل كان وزير التربية عبد الحكيم بالعابد وخلال الندوة الأشغال التي جمعته بمدراء التربية عبر مختلف وليات الوطن أزدى تعليمات جد صارمة بضرورة احترام المهام المكلة إليهم لضمن دخول مدرسي في أحسن الظروف كما تعوعد وزير التربية بإجراءات وعقوبات صارمة لكل من يخالف هذه التعليمات التي أزدها اليوم أقول الندوة ستستمر لمدة يومين ابتداء من اليوم حتى يوم غد بإذن الله تعالى إذن لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي في البلاتو الأستاذ جميلة خيار رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولئة تلميذ مسأك سعيد سيدتي شكرا على استضافة شكرا جزيلا ويسعدني أن يلتحق بفي البلاتو الأستاذ مسعود عمراوي نقابي وبرلماني سابق مسأك سعيد سيدي وينضم إلينا أيضا الأستاذ محمد ينينة مسؤول الإعلام لنقابة وطنية لمستقلي لموظفية التربية مسأك سعيد سيدي ومرحبا مسأك سعيد إن شاء الله شكرا جزيلا وينضم إلينا بعد لحظات الأستاذ فتيحة باشا عضو مكتب الجمعية الوطنية لأولئة تلميذ وسينضم إلينا أيضا الأستاذ صادق تزير رئيس الاتحاد الوطني لعمل تكوين وأساتذة التربية لو نبدأ معك أستاذة جميلة خيار العديد اليوم يتحدث عن مشكلة التفويج وصراحة اليوم الوزارة فصلت في هذا الموضوع فهذه السنة رح تكون الأمور عادية جدا ولكن السؤال الذي يطرح هو بإلحاح من العديد من المتتبعين لأشياء التربوي أنه في بعض المؤسسات التربوية تقريبا في القسم 50 تلميذ 55 على سبيل المثال مدرسة في درغانا هنا أيضا في أجزائر العاصمة كيف يمكن للتلميذ أن يستوعب الدرس في هذه العوامل أو في ظل هذه الشروط شكرا لكل حال تبارك الله فيكم شكرا للسؤال لأنه لاهتمامكم بالتربية والاهتمام بالطيف المتامدرس حقا خدمنا يعني تعاملنا منذ قريب ثلاث سنوات بالاستثنائي لأنه كانت الوبا هي اللي جبرتنا باش نمشوا باتتك الطريقة ولكن كلنا نعرفوا بالليه البرنامج في القسم يعني مداش حقه والتلميذ مداش حقه خاصة الابتدائي الابتدائي يعني شهاد لله مداش حقهم في التعليم والتعلم كان عندهم 30 دقيقة بعد طلعوها شوير 45 دقيقة ولكن بقى أن البرنامج يعني التلميذ مداش حقه في التعليم وحتى الأستيذة يعني كانوا تعبوا بزافهم أصلا المعلمين كانوا تصلوا بنا عدة مرات ويني طالبوا باش نشوفوا يعني الحجم الساعي كيفاش ناخدوا بعين الاعتبار باش نقدروا يعني نوفروا لهم الوقت الكافي باش يقدر يعني الدرس يمضي يجوز كما يباقي والتلميذ يستوعب الدرس داعه إذن ولكن الأمور تحتمت علينا والوبا هو اللي حكم علينا وهذي يعني العالم بإسره عانا من ذلك مش غير الجزائر اليوم الحمد لله لما الأمور رجعت إلى ما جريها وتحكمنا في هذا الوبا وتحكمنا في الصحة لأننا كافي دير وطن جمعية تلميذ كنا وضعنا في كل اعتبار صحة التلميذ نحن كنا نقول دايما الصحة أسبق اليوم الحمد لله الأمور تحسنت الوبا يعني ينقص يعني حتى الدولة حتى طربية عندنا تجربة اليوم نقدر نوجهه ونقبله بدون تخوف أنتم كجمعية لأولياء التلميذ تهتموناتما قلت قبل قليل بالتلمير إذا تسمح لي بأن تتعطيش خليني يكمل خليني يكمل هل رسلتم الوزارة الوصية بيخوا بهذا الخصوص؟ خليني يكمل سيدين لا يتسؤال تاني يجي ليك الفضل إذن نحن بهذه الطريقة هذه اليوم لما شفنا الأمور يعني رجعت المجاري ها نحن كنا طلبنا كنا طلبنا ديجا قبل خروج المدرسية كنا طلبنا بش يكون فيها استعداد بالدخول أو التمدروس العادي واخدينا تاني العالين باعتبار أن الأساتذة يعني عانوا وعانوا كثير لماذا؟ لأن كان عندهم تكرار في الدرس مثلا إذا كان فوجين أو ثلاث أفواج الأستاذ في بعض الأحيان ربع أفواج الأستاذة هيكرر الدرس دعوه عدة مرات ذوق شفنا بليل الأستاذ أيضا تعب وإحنا كافي دير وطني جميعيتي ولتلاميذ كنا طلبنا العام الماضي سنة الماضية من وزير التربية باش يدير توظيف قلنا لابد نخفو على الأستاذ نروح للتوظيف باش نخليه الأستاذ مرتاح لداخل القسم والتلميذ يقدر يستوعب حنا تمنين لو يعني مشينا بالدراسة بالتفويج وبالنظام العادي حنا تمنينه أن القسم يقعد بـ 25 ويكون نظام عادي والأستاذ يكون عادي ويكون الأمور تمشي ولكن للأسف إلى الأسف الإمكانيات والمنشآت والبنايات يعني ما خلتناش يعني نوصلوا لتمنينه من المفروض الإصلاح المنظومة الطربوية تديني لهذه الطريقة أن ندخله مع النورة الانتغنسيونال للقسم يمشي بـ 25 26 حتى يعني 28 29 ما عليش ولكن الله غالب ونا سؤلت عيكم طرحته الوزير قلت ونا تمنيت لو نقول لي التعليم العادي بطريقة التفويج باش نخفوا على القسم إذا كان رد الوزير في هذا المجال؟ الوزير على كل حل هو أيضا قال لك هناك الأمنياتي الأمنياتي وقال لك هذا هو الإصلاح إذا كان هذا هو الهدف تعالى الإصلاح ولكن للأسف قال لك العين بصيرة ويد قصيرة ما دام عناش المشاءات والحمد لله عندنا ولادنا بزاف ورعنا أكتر من إحداش تلميذ متمدرس وهذا يراه شعب يعني يقولهم غير لسان إذن احنا وعدنا بحاجة وحدة لأن المشكلة على الاكتظاث طرحناه وعدنا بحاجة وحدة أن الاكتظاث ما يكونش وانا طرقت وقتله سيد الوزير الأفواج كانوا من المفروض القانون تعتفواج بعشرين ولكن شفنا في المدارس يمشيوا بـ 25 وعشرين 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 أكيد لما نلموا الفوجين أحيو اللي بـ 50 وعشرين هذا طرقت ليه وانا شخصيا طرحت سؤال الوزير قلتوا كيفش تكون المعاملة أنا وعدني بحاجة وحدة قال لي سيدة خيار إذا كان عندك مدرسة تعاني جيبها لي احنا اخذينا كل الإمكانيات كل الإجراءات على أساسنا كاين المدارس اللي قلق بننا فيهم أقسل وإحنا كنا اللي شفناهم كاين أعطى توصيات وتعليمة باش يستعملوا المدارس المجاورة اللي مع باش الاكتظار يقدروا يستعملوا الأقسام الفارغة يقدروا مثلا المتوسط يقدر يستعمل قسم أو زوج في الثانوي ثانوي يقدر يستعمل في المتوسط والإمتداء يكمثلين يعني الإجراءات احنا تحكمنا فيها نتمنى أن التعليمات يطعهم سيد الوزير يطبقوا في الميدان نعم وهذه النقطة أستاذة خيار أستاذ عمروي كما تقول الأستاذة ولكن للأسف سياسة ترقيع هذه وسياسة الهروب للأمام هذه لا تخدم لا تلميذ ولا حتى الأستاذ في حد ذاته أنه نستعين بمتوسطة وتقسيم التلميذ وتشتت الأفكار وغيره هل كما كانت تتحدث هذا نقدر نقول المشروع سيأتي بثماره بسم الله رحمن الرحيم شكرا مرة أخرى على الإسضافة نحن الآن أمام واقع هو في بداية الأمر كل النقابات منذ سنوات وهم يطالبون بالقسم النموذجي على غرار الدول المتقدمة بحيث أن القسم لا يتعدى 25 تلميذ نحن الآن لما نتناقش في مثل هذه اللحظات نتكلم عن واقع المفروض علينا نحن قد خارجنا من أزمة كورونا وأبناء التلميذ في تعليم الابتدائي متضررون جدا غير مقبول أنه كان من المفروض أن يدرس 25 أو 26 أسبوع في السنة وإذا بنا نجده يدرس 10 ساعات في الأسبوع فالتلميذ متضرر من الناحية التحصيل العلمي هذا لا نقش فيه نحن الآن نعالج مشكل قائم يمكن الآن لدينا بعض الحلول من بين أهم الحلول التي ينبغي أن تضعها وزارة التربية في أولويات اهتماماتها أن التلميذ لم يبقى وقت التفويج الآن سيدرس دراسة عادية ولكن بالتعليم الابتدائي يوجد لدينا حل وهو نظام الدوامين غير أن نظام الدوامين يحتاج كذلك إلى أساتذة وتوظيف جديد أنا أقترح لدينا خريجي المدارس العليا للأساتذة إلى حد الآن لم يجدوا مناصب لدينا أبناء المتخرجين من الجامعة وهم الآن يتقاضون من حط البطالة وماكثين في المنزل لدينا مستخلفين في سنوات سابقة ومتعاقدين أعتقد أنه يمكن لوزارة الدولة وهو قرار الدولة الجزائرية خاصة التعليم الذي ينبغي أن نعطيه أهمية بالغة لا بد أن نقحم هؤلاء الأبناء المتخرجين من الجامعة على الأقل لنسد الضغط لأن الأساتذ أيضا غير مقلق وغير معقول كيف يمكن سيدي أن نقوم بعملية التوظيف والمدارس تقريبا 21 ألف مدرسة على مستوى تراب الوطني ولكن للأسف فيه مدارس أخرى لم تسلم لحد الساعة أنا قلت لك أن يكون هناك نظام الدوامين المؤسسة التي تستوع بعشرة أقسام تستوعب عشرين المؤسسة التي تستوع بخمسة عشر قسم تستوع ثلاثين ولكن وهل هذا ناجح نظام الدوامين ناجح حقيقة نحن في وقت سابق كنا نأمل أن يطبق نظام الدوام الواحد سواء كمطلب لأولياء التلاميذ ومطلب الأساتذة ومطلب للنقابات ولكن لم نتمكن أن نحقق نظام الدوام الواحد والقسم النموذجي وبالتالي الآن ما دون أمام أمر واقع ومن أجل مصلحة أبنائنا التلاميذ ومن أجل مصلحة المدرسة الجزائرية ما هيش خسارة والدولة انتعنا خاصة لمخذة قرار جريء وشجاع بإدماج أبنائنا المتخرجين من الجامعة اللي راهو يتقال 13 ألف دينار جزائري في المنزل نتاعه مباشرة نجعلوه بأنه موظف وفي نفس الوقت من أجل مصلحة نتاع وليداتنا هذا بالنسبة للتعليم الابتدائي هذا هو الحل اللي راني أنا شخصيا أقترحه نذهب إلى التعليم المتوسط الثانوي تعليم المتوسط الثانوي فعلا يختلف عن التعليم الابتدائي باعتبار أنه حتى في وقت كورونا لم يكن متضررا مثل التعليم الابتدائي لأنه تقريب نسبة 80% من البرنامج هضمه التلميذ والآن نجد مؤسسات تربويانة شخصيا زورت بعض المؤسسات في دار البيضاء بعض المؤسسات في الكاليتوس يعني في الحقيقة هناك ضغط رهيب وبالتالي مهما استعملنا المكتبات وقد نستعمل أيضا الورشات ولكن يبقى المشكل قائم أنا أعتقد أن وزارة التربية لها تجربة في هذا المجال من دون شك أنها قيمة الوضعية من خلال امتحان شهادة البكالوريا وقيمة الوضعية من خلال شهادة التعليم المتوسط إن كان هذا التفويج غير مذر بابناء التلاميذ خصوصا أن 80% من الدروس يعني يتبعوها ودرسوها يمكن أن نستمر هذه السنة في نفس العملية ولكن على الدولة الجزائرية في السنة المقبلة أن تأخذ هذا النقطة بعد الاعتبار؟ أن هذه السنة أيضا استثنائية استثنائية ولذلك نعاملها معاملة الاستثناء لأن الدولة ما حضرت نفسها لكي توفر الهياكل للمؤسسات التربية لكي استقبل 11 مليون تلميذ خلال هذه السنة الدراسية وبالتالي في كل الحالات نحن الآن نشاهد كأن بعض الأساتذة ما يعجبهمش الحال لما نطرح مثل هذه القضايا نحن نتكلم كذلك عن ظرف استثنائي يجب أن يتجند الجميع من أجل إنجاح الدخول المدرسي ينجح ولداتها وندخلوه نعتبره عرس وينجح كذلك الأساتذة وهذا ما نتمنى أستاذ عمروي أعود إليك أستاذ محمد ينين استمعت لك إلى الطرفين يتحدث عن الاكتظاظ بكل يدلو بدلوه بخصوص الحلول الترقيعية على الأقل لضمان تمدرس جيد لأبنائنا التلميذ كيف يمكن أن تعلق على هذه القضية سيدي الكريم؟ هل يمكن أن نروح لنظام التفويج حتى في هذه السنة العادية؟ أخي الكريم أنا كل حال قضية قضية شائكة والحلول الترقيعية هذه لا بد منها لأننا في ظرف معين وكان قاعدة يطلع تحقيق المناط تحقيق المناط هو إنزال النص على الواقع لأنه كما قلو القانون يختلف حسب الزمان والمكان والحال تكاده الموجود ما هو الحل؟ الحل أن نخرج تدريجيا من هذه الأزمة التي رأنا فيها وذلك بالإعداد خاصة أن السيد وزير الطربية قلنا بلي لأن طرحتنا نحن كنقابة بقى طريقة التفويج إذا أردنا أن نخرج جيلاً قوياً متمكناً مستوعباً لجميع ما يتلقى لا بد أن لا يكون هناك اكتظات لا في القسم ولا في المناهج لأنه كانت دراسات علمية قابوا بها خبراء الطوبة للطفل الأوروبي يقرأ تولوت تعطفل العربي لكن الكم المعرفي عند الطفل الأوروبي أكثر من الطفل لماذا؟ لأننا نذهب للهوامش وكما يقول المثل الجزائري يقول لك كم شيء ينحل خير مش ويري يدبان وقالنا وزير الطربية بالله السيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات صارمة لمناقشة البرامج والمناهج ماذا بينا البرامج والمناهج تعتمد على الكيف للكم كي تعتمد على الكيف للكم يكون تقليص وكي يكون تقليص يكون زمن تعتفويج كافي لاستيعاب كما قولوا هذه البرامج وهذه المعلومة ألم يتدمى مثلا طرح موضوع سؤال موجه للجميع على كل حال ألم يتم طرح موضوع الذهاب الحكومة وعلى رأسهم طبعا وزير الطربية باعتباله هو مسؤول القطاع إلى البنايات الجاهزة وتوفير أماكن أخرى للتنميذ ذكر ربما أنت كنت تقول بالحلول الترقائية كفانة منها لكن البنايات الجاهزة ليس الشاليات وإنما على كل حال دولة دولة كان هذا العام 85 متوسطة بنتها الدولة وكان 60 تنوية وكان ربما هل تم تسليمها؟ هل تم تسليمها؟ 268 ابتدائية تم تسليمها وهي جاهزة ويمكن مستقبلا أن نوفر ما يستطيع أبناؤنا من خلالها أن يدرسوا في أرياحية ذكرنا في واقع الاقتضاد أنا قلت لك طرحتنا طرحت التفويل جعلها والأستاذة طرحت قضايا كما هذه مقبل في قضية مصلحة التلميذ إحنا طرحنا عدة قضايا تحتى التلميذ حتى وكان أنا قابرنا أبا عندنا أولادنا طرحنا قضية المحفظة وطرحت لنا في البجا عندها أكثر من عشر سنوات وطرحتها مع سيدة الوزير وطرحت له ومبعد جاء بيطرح ربما أفضل متاعنا فرحبنا به لأن الغارض هو خدمة التلميذ وخدمة الأبناء تعنا إحنا طرحنا باش تتقسم المحفظة إلى ثلاثة وذلك بيجاع الكتب فصلية وكاراريس فصلية فالوزارة خرجتنا وذلك ب كما قولوا تعليمات من رئاس الجمهورية وكان سيد رئيس الجمهورية من تعليمات سارمة فيما يخص قضية المحفظة والتخفيف التخفيف المحفظة لأبناءنا إحنا شفنا باللي التفويج كأباء قبل ما نكونوا كنقابيين شفنا باللي أولادنا يرتاحوا شفنا باللي أولادنا يقدروا ذير الرياضة شفنا باللي أولادنا يقدروا يروحوا المواعي الطبية شفنا باليولدين يقدروا يراجعوا يعني فهم يعني هذا الربع فوائد هذي قاعد تقدم الطفل قضية الصحة قضية الراحة قضية طرفية قضية الاستئاب هذي قاعدة هناك نقبة ربما نقبة واحدة قرن طرحوا قضية نقول له ماذا بينا الاستثناء والقاعدة ماذا بينا المدارس تعنا انا كنشوفوها نشوفوها عشرين وتفضلي سيداتي انا لما تبديت الكلام تعي قلت تمنينا لو القاضية يا والمدرسة كماش فيناها في التفويج بخمسة وعشرين من المفروض عشرين ولكن تعاملنا بخمسة وعشرين ننخطيفوها بلوس لتقعد يعني هذي كالقاعدة والقسم يدور بهذاك العدد تعال التلاميذ باش نخفوه على الاستاذ يكون مرتاح والتلميذ يستوعب ولكن قال لك العين باصيرة وريد قاسيرة ذو قيلة كان ما عندناش الباديل واش نخلي ولدنا ما يقرأوش ما يعطيه مش حقوم انا انا استثمح بعد الاساتيذة اللي ربما كيسمعونين ما عجبتهمش ودو يقولو كيفاش وعلاش يستغى انا نشوف دابوغ مصلحة التلميذ ومصلحة الاستاذ انا لما الاساتيذة عنا قادات انا شكاولي انا كافي دير الوطنيان شكاولنا وقالك مادام اران انتعبو اران تكرروا الدراسي تكرر بخطرات انا بزاف وطلبنا العام ليفت باش يكون توظيف باش نخفوه على الاساتيذة ولكن المشكل مش مشكل غير التربية مشكل لا فونكسون بوبليك مشكل مشكل دوك هذا خلاسافي على العافير ولكن باش نمشوف المرحلة ونعطي حق للتلميذ لان قلت لك صدقني الابتدائي والاساتيذة رمانا الابتدائي دينا لهم حقهم بزاف يعني سنتين ما درسوش كنا ندخلوهم ونخرجوهم فقط كلامك جميل جيد جيد سيدة خياري وضيوفي على كريم ولكن قلت بلي هذا هو الواقع هذا هو الحاضر كيف يمكن انه مدام انتم راكم ادرع بما يحدث في من كولسة داخل وزارة التربية وغيرها وتقولوا بلي هذا هو الحاضر والتنديد والذهاب الى مدارس نموذجية هل نقدر نذهب بمدرسة نموذجية هو خمسين واحد في القسم تفضلي باعتبارك انك انت رئيسة فيديرالية معلش كفديرة وطانية وحنا نتحمل مسؤوليتنا وحنا قلنا للمعنيين بالامر للمسؤولين لذلك احنا لك تطور الوقت رانا الزمان خلانا نتمشاو مع الوقت نتمشاو مع المكان والزمان والتكنولوجيا ما نقدروش نخلي وليدنا في فوكي لفانس معليش احنا نهار اللي قالوا نعموها كنا متخوفين تتعمم وربما حتى المدارس ما تقدرش تستقبل وربما لدينا مدارس ما تقدرش نديرهم حتى يزيكيب ما وربما لدينا حتى تحذيرات باش تقدر تستوع باش تقدر تجيب هذو كريتابلت ولكن لما شفنا المدرسة الناموذجية الاولى اللي مشيت وشفنا يعني كيفاش تلميذ كيفاش تلميذ كيفاش تلميذ كيفاش تلميذ مدرسة الولى تعبتنا لذلك احنا كاولية انا اقول لك صح صح نتمني المليح الولادي نتمني الخير الولادي نتمني الهم الدو قال لك ان ندخلوا في النموذجية قلنا نعم نموذجي ولكن نموذجي على القطر الوطن في كل بلدية يجب ان تكون فيها مدرسة نموذجية والحمد لله يعني الدولة الجزائية قامت بذلك في كل بلدية مدرسة نموذجية على مستوى 58 ولاية لذلك هذا ما بدأوا فيها ما يخفى لكش باللي قلتلك سابقا بل يعني انها تحداش تلميذ حداش مليون تلميذ لذلك احنا اليوم الزمان لحقنا وقلنا لابد لا تلعبوش بالمصير التلميذ قلنا ندخلوا لطابلات ثلاث يمني سنة الثالثة سنة الرابعة وسنة الخامسة وتكون المدارس نموذجية على المستوى كل بلدية والحمد لله احنا زرناهم زرنا المدارس نموذجية زرنا كيفاش دولي انستالاسيو هل المدارس نموذجية هذي هل هي نفسها اللي موجودة هنا في العاصمة كاين في مناطق الظل صدقني غليما صدقني انا مشيت انا منيش هنا مجاملة انا مرانيش هنا باش نفرح كنتا ولا نفرح غيرك ولا نفرح الوازير ولا انا اني هنا باش ندفع على الحق التلميذ صدقني كل المدارس نموذجية بالطريقة الوحدة وبالطريقة الواحدة لطابلات سليمان ووراهم متحضرين وانا شفت السنة الثالثة والسنة الرابعة وسنة الخامسة شفتهم بعينيه واستعملتهم يعني باش نقول وضح هذه النقطة أستاذ خيار مشاهدة الأفضل راح وفاصل إعلاني ونواصل ابقوا معنا عبداليكم مشاهدين الأكاري ونرحب بكل من ينتحق بنا رحلة في برنامج مع الحدث نرحب مجددا بضيوفي الأكاري في البلاطو أعود إليك أستاذ عمراوي تحدثت الأستاذ خيار على المدارس النموذجية وقالت لك باللي فيه مدارس في مناطق الظل أحسن من العاصمة هل توافي قدر رأيي؟ والله نتمنى أن يكون ذلك ولما لا ولكن للأسف وقع الحال في جزائر واسعة وشاسعة نأمل فقط أي مشروع علمي تكنولوجي أن ينجح وهذه الأمني ينتعي ولكن اسمح لي نقاطعكم النار كيف يمكن أن نتحدث عن المدارس النموذجية وفي مناطق الظل مثلا في تامنراست في ولاية الجلفة في المناطق لأبعد الحدود في النعامة وغيرها نشوف باللي تلميذ مفيش كاراسي حتى بشي قدوه نشوف باللي التدفئة وأنا كنت قلتها في حصة من الحصة صليلة أمس أن المدافئ لا تزال لحد الساعة يعني تمشي بالبنزين وأنا نتحدث عن المدارس النموذجية التي لم تبلغ لحد الساعة 1629 مدرسة فقط من أصل 21 ألف مدرسة تفضل سيد لتألم بأن هذه التجربة في بدايتها فقط نحن في بداية الأمر دائما نقولها للزملاء لمجأة البطاقة الذهبية عندها البريد ولما كانت بطاقة شفاة مسوع بنهاش وقلنا بأن هذه العملية لم تنجح في الجزائر ولكن أثبت شبابنا المتخرجين من الجامعة جدارتهم ونجاعتهم ونجحهم ولما لا؟ هذه التجربة أولى في الجزائر نحن جربنا على مساوى 1500 مؤسسات ربوية نحن عندنا حوالي أزيد من 28 ألف مؤسسات ربوية وبالتالي أعتقد أن هذا العدد هو ضئيل وبسيط وفي كل تجربة ليس لا تطبق وتعمم على مساوى كل ولاية الوطن إنما تطبق في مؤسسات نموذجية في كل بلدية الوطن وهذا نحن نثمنه ونشجعه أي تطور علمي وتكنولوجي فنحن معاه مطلوبة نحن باش تتعمم إن شاء الله بارك الله فيك هذا هو الهدف الأساسي أننا ننطلر في المجتقبل أنها تتعمم باش نستفيد منها إلى غاية أن تعمم السياع لابد أيضا اليوم الاهتمام بهذه المدارس سبحاني فقط الآن والله هذا هو الموضوع الأهم اللي رح نقشوه الآن الأهم هو أنه كيفش لولداتنا يدخل الدخول المدرسي هادئ وكذلك الأساتذة تعني كيفش يستقبل هؤلاء التلاميذ في أريحية تامة بدون اكتظاث وبدون ضجيج وبدون حجم ساعية فوق كل التوقعات كذلك من بين أهم المقترحات اللي رح نشوفها ضرورية أن وزارة التربية بالنسبة للتعليم الابتدائي إذا كانت السنة الماضية بناء ندرسه عشر ساعات في الأسبوع هذه السنة نقدره نجعل الحجم الساعي ثنين وعشرين ساعة بحيث يتساوى التلميذ اللي يدرس في نظام الدوام الواحد والتلميذ اللي يدرس في نظام الدوامين وفي نفس الوقت الأساذ يلقى نوعا من الأريحية بحيث يقدم الدروس على أحسن ما يرام وتكون العملية ناجحة أنا أعتقد أن هذه هي الملفات التي ينبغي أن نناقشها الآن من أجل أن نجد حلول بديلة عن الوضع اللي رح تعيشه المدرسة الجزائرية خصوصا هذه السنة أنا دائما أؤكد بأن هذه السنة هي ضرف استثناء أيضا في ظل هذا الاقتضاد ونبقى دائما بالنسبة للتعليم الثانوي والمتوسط وأكد مرة أخرى بضرورة أن وزارة التربية تشكل لجنة في أقرب وقت وتشوف إذا كانت العملية ناجحة ما كانش فيها ضرر كثير للتلاميذ إذا كان مهيش قادرة هذه الأقسام المتنقلة لأن الأقسام المتنقلة اللي رهم يفكر فيها البعض إذا كثرت في مؤسسة تربوية تصبح فوضة عارمة ومضيعة للوقت للتلاميذ انت وعلى وكذلك لأساتذة إذن أعتقد بأن بالنسبة للتعليم المتوسط الثانوي كان الحل إذا أمكن هو السمرار التفويش خصوصا إذا كان في بعض المؤسسات اللي فاق خمسة وخمسين تلميذ في القسم الأستاذ ما يستطيع يوصل المعلومة لأبناء التلاميذ في ظل هذا التعداد الكبير أما التعليم الإبتدائي مبدئيا يوجد عنده حل ولكن الدولة تأخذ قرار جريء وشجاع أنها توظف أبناء المتخرجين من الجامعات باش يساعدوا الأساتذة اللي رهم موجودين في الميدان وفي نفس الوقت أبناء التلاميذ يستفيدون نعم أستاذ ينينة باعتبارك أيضا مسؤول الإعلام للنقامة الليطانية المستقلة لموظفية الأساتذة تحدثنا كثيرا وبإسهاب أيضا في الحلقات السابقة عن إدراج اللغة الإنجليزية في أطور الإبتدائية في المقابل تصلنا أصداء من بعض ولايات الوطن أنه وحسب بعض مديريات التربية أنه في بعض البلديات لم يتقدم أي مترشح لتدريس اللغة الإنجليزية في هذه الحالة هل سيتم إرسال أساتذة لغة الإنجليزية لهذه المناطق أم المعمول به؟ لكل حال بسم الله الرحمن الرحيم قضية كين قضية ما طرحتهاش مقبل لي قضية قضية أصحاب البكالورية وأصحاب الشهادة التعلم المتوسط لأنه كما تعلم أنت كين دروس قبل ذلك إجابة على السؤال من فضلك سيدي قلت أنه في بعض المترشحين لم يتقدموا بالنسبة لأساتذة اللغة الإنجليزية بعض البلديات ما فيهاش كيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟ هذه كانت كل حال الوزارة التربية هي أضرب هذا الأمر مننا عند إحصاء كامل أنتم كنقابة اليوم ما هي اقتراحاتكم من أجل سد هذه الفراغات؟ اقتراحاتنا أنهم ينتقلوا من منطقة إلى منطقة أخرى هل يمكن الأستاذ أن يتنقل ستين كيلومتر سبعين كيلومتر من بلدي البلدية؟ هل اليوم النقل متوفر؟ هل اليوم المبيت متوفر؟ هذا الكلام للذين يريدون إجهاض المشروع شوف الإنجليزية عندها 71 ألف مزجل ولم تحتج المدرسة الجزائرية سوى 5 ألاب وبالتالي مثل هذه العقبات هناك من يريد أن يثيرها من أجل إجهاض هذا المشروع وليس غريب علينا لأن هذا المشروع أجهض مرتين أجهض في السبعينات وأجهض في سنة 1991 بمؤامرة شهادة البكالورية للدكتور علي بن محمد والآن هناك من يريد إجهاض هذا المشروع إذن نستنتج من خلال كلامك أن كل الأمور وكل الظروف مهيئة لتدريس المعادة الإنجليزية نعم بالنسبة للإنجليزية منذ شهور وشهور هناك من يعتقد بأن سيد رئيس الجمهورية لما أقر الإنجليزية يعتبرونه قرارا ارتجالي وهو ما له شهور وشهور ونحن في الميدان وقد تابعنا هذا الحدث أنا شخصيا منذ خمسة أشهر التقيت بمفتش لغة الإنجليزية وكنت لا أعلم بأنه ستقحم لغة الإنجليزية خلال هذه السنة تجاذبنا أطراف الحديث قال لي أن المناهج والبرامج والكتاب المدرسية هو جاهز هو جاهز وتم طبعته للإنجليز نكمل لك برك الموضوع الذي ترحته على الزميل نحن نكمله بعض نابعات في هذا الزميل بالنسبة لهؤلاء بعض البلديات وهي نادرة جداً اللي مقدموش فيها مطار الشحين باش يسجلوا باش يدرسوا الإنجليزية البلديات المجاورة حنا تعودنا عندها أساتذة من مختلف ولايات الوطن رهم في الجنوب الكبير ما هي البلديات المدارس المدرسة؟ نعم المدارس مدرسة الأستاذ يقدر يدير الزوج للمدارس مجاورة هذا طبيعي دارور بحكم الحجم الساعي الحجم الساعي تفضل لا هو الإشكال الذي راهه واقع حقيقة كلامك صحيح ولكن أنا أؤكد لك عندنا أبنائنا في مختلف ولايات الوطن فهم متواجدون في الجنوب الكبير بعد ألف كيلومتر وألف وخمسين كيلومتر في البارح كانوا فرحانين جدا لأنه كانت عندهم حظ يديروا ويدخلوا في التعليم ويعلموا للمدارس مجاورة الفرحة هذه اللي راهي عمت أبنائنا المتخفجين من الجامعة ما نقتلوهاش في الصدور أنت أبنائنا هذا المشروع ينتظره الشعب الجزائري بشغف منذ سنوات وسنوات هذا ما نتمنى عملية التقييم يلا لكي لا نكون متحفين في حق الأستاذ تسمع لي برد عملية التقييم والتقويم عندها وقتها وليس الآن يلا تفضل أستاذ على كل حال قررتها الإنجليزية قررتها الرئيس قررتها شجاع وقرار مصلحي يعني كون نشوفوا ذركاء للعالم بأسره نشوفوا باللغة الإنجليزية أولا اللغة التخاطب ثانيا اللغة الاقتصاد ثالثا اللغة العلم لغة علمية فمن مصلحة بلادنا أننا نحن الفرنسية هذه سبحان الله هي لغة نحترمها كأي لغة لكن كما من باب احرص على ما ينفعك نجيب اللغة لتخدم للوطن التاعي إذن قرارتها الإنجليزية وهضرنا مع سيد وزير التربية وقال كل الإمكانيات وكل الظروف موهيئة احنا كنا طرحين إشكالية واحدة أخرى إشكالية الأستاذ التكوين البداغوجي للأستاذ كيفية التعامل مع الطفل وكيفية التدرج في إيصال المعلومة إلى الطفل أما قضية هذه كما قلوا الأصوات الشاذة والنشيزة هذه لربما كما قلت أستاذ كريم تحب ربما تستغل الحالة الشاذة وتجعلوا منها وكأنها هي العامة جبل ربي ناس هدو في صدورهم شيء نحو هذا الإصلاح الجريع وهذا القرار الشجاع من سيد رئيس الجمهورية لماذا؟ لأن كهي الناس على كل حال عندهم ما يحبوش يجعلوا من المنظومة التربوية منظومة تخضع للتجربة العلمية وتجارب الدول المتقدمة يحبوا يخضعها للإيديولوجيات التحم والتوجهات الإيديولوجية التحم لذلك يعرقلون كل ما هو جديد وكل ما هو نافع خدمة لمصالحهم أو خدمة لمنهم وراء مصالحهم هنا شفنا اللغة الإنجليزية رئيس الجمهورية وزير الطربية من المختصين الكتاب موجود الأساتدة تم انتقاؤهم ومدوا الأولوية الأساتدة المدرسة اللي أقولي الأساتدة ثم واش يبقى احنا طرحنا الإشكال قضية الأستاذ كيف إنسان لي ما عندوش تجربة وعلى بالك باللي أصعب مرحلة هي مرحلة طفولة يقدر أستاذ يعقل تلميذ يريح يتوقع كده كاره للمادة كاره للعلم كاره يقدر احنا قضية الإنجليزية نتمنوها ونباركوها ونمشو موراها للطرف لماذا؟ لأنها فيها مصلحة أبنائنا وفيها مصلحة الوطن التاعنا العزيز إذن الناس اللي راي يتكسروا ولا راي تهضر منا ومنا ما هي كما نقوله أم يهضروا على كل حال بلا معطيات ثانياً ما عندهمش قرام تعم مصلحة لهذا الوطن وإنما يخدمون مآربهم ويخدمون أسيادهم الذين يريدون أن يتحكموا في السيادة الوطنية يحبوا هم اللي يديروا القرارات من وراء البحار يديروا القرارات تعد دولة الجزائرية دولة الجزائرية دولة مستقلة ما تعلها رجال ما تعلها شهداء وما تبشع بالجزائري وضع هذه النقطة وضع هذه النقطة سيدة خيار وزيرة تربية الوطنية سيب العبد وأثناء لقاءه طبعاً مع مختلف النقابات ولا شريك الاجتماعي ولا احتمام مدار التربية قال أن هذه الإصلاحات الجديدة ستظهر من خلالها وروح الجزائر الجديدة كيف ذلك؟ هم النقابات احنا تلاقينا مع الوزير غد من ذاك مع دمان عقد المجلس الوزاري اللي رئيس الجمهورية أطلب بشي تكون التشاور واللقاء مع ممثلي أولياء تلاميين واحنا تلاقينا المنظمات الممثل أولياء تلاميين ثلاث منظمات تلاقينا بسيد الوزير غدوة من ذاك وكانت رحلين الأسئلة طرحينا بعض الإنشغالات وكنا جاوبناه والحمد لله الدولة مشت في اتجاه لتخذناه لماذا؟ لأن كما قال السيد احنا يهمنا مصلحة التلميذ ومصلحة المدرسة ومصلحة الجزائر ما عندناش بلد واحدة أخرى ما عندناش مدرسة واحدة أخرى والمدرسة العمومية مدرسة مكتسبات لتثبت بعد ما مات عليها مليون ونص مليون شاهد لذلك نحتافظ عليها عندهم من المكتسبات نحتافظ عليها ونحن نحيوه من هذا المنبر ونقوله كافيدر وطنية وثمننا اللغة الإنجليزية كما نثمنه كل اللغات ما قدمتم بالتلميذ سيدتي أنتم كافيدر عليها ماذا قدمتم بالتلميذ؟ نحن قدمنا كل اللي قدرنا عليه نحن ليس دولة نحن رأنا شارك اجتماعي سمح لي تحت سؤال جاوبك نحن شارك أو ما نقول شارك حليف لأن الشارك اللي هو يتكلم على مصلحته ومصلحت المدرسة لأنه عنده شهرية نحن حلفاء نحن باقتناع نحن بدون مقابل نصهروا وبدون مقابل نخرجوا وبدون مقابل نروحوا الولايات نزوروا الولايات نمشوا المدارس نعاونوا المحتاجين نعاونوا الفقراء نعاونوا كل شيء يدخلنا فيها بدون مقابل لله في سبيل الله نحن مناضلين نحن معنا شهرية رغم ذلك أن يقول لك سابقا نحن دايما نتماشى ومع حق التلميذ نحن كما قلبهم دين الله يرحموا نحن معي التلميذ ظالم ومظلوم نحن حق التلميذ فقط عندنا حق التلميذ لذلك لما طلب رأينا سيد الوزير فيما يخص التفويج أعطاء ثمر نعم التفويج يجعل التلميذ يستوعب نعم التفويج ولكن ما أعطينا له حق زماني ما أعطينا له الحجم السائي ما أعطيناه له أنا طالب التعييق سيد الوزير تمنيت لو يكون التفويج كيف رأه بالمعاملة العادية يعني التلميذ يدرس بحوشية عادية جدا ونعطي له حقه في التعليم والتعلم ولكن للأسف أنا قد هلك مقبيل ما ندخل ما ننشعه نغياء لأن المنشآت اللي كانت المفروض تبنى وتستلمها الوزارة التربية هذا زمان طويل ومبعد جانا الكوفيد وجانا ومشاته وغالانتي هذا اللي يخلى يا غطار دون نتمنى نتمنى أنا عندي عهده وحده نعم ماذا تغير بين الأمس والي نعم ماذا تغير أنا أستاذ أبوغ أولا ما طولتش أنا عندي عهده وحده أنا كنت على مستوى القاعدين مستوى المقاطعة مستوى الولاية اليوم عن مستوى الوطن بعد ما مات حجد لله الله يرحمه دون كانا استخلفتوا عندنا هده والعهده اللي ولا تاعي دون كانا ما نشعر أسترسي دياليا سمح لي سمح لي والأستاذة مقدامي هذا هو رسال أنا نجاوبك أنا نجاوبك الأخ الكريم أنا نجاوبك لك الفضل بين المدرسة الأمس واليوم تغيرت كثير المدرسة الإستثنائية ما نهضروش عليها كان الوابا وكان الأخر ومشينا في حالة الغرب كنا يعني قد قدرنا لي قدرنا عليه والحمد لله الجزائر ما غلقتش البيبان والمدارس كانت والأستاذة عاملوا وخدموا أنا أشكرهم هذا المنبر وصهروا ورافقوا التلميذ رغم كل المشاكل رغم المشكل الصحي مشكل الاقتصاد مشكل ولكن الأستاذة كانوا في الميدان ومشاهم مع التلميذ والنجاح سنوات تعلق الكوفيد للتلميذ لحقوا واحد وعشي واحد وستين بالمئة نجاح في البكر والسنة الماضية هذا يرجع الفضل يرجع للأستاذة اليوم هاد سنة الفضل يرجع للأستاذة اليوم الحقنا الحمد لله أنا نشهد وشهد لله أنا أقول لك أنا ما نخدم حتى واحد غير ربي سبحانه المدرسة اليوم تحذير دخول المدرسة هاد سنة تحذير إثنائي تحذير عمره مصر تحذير سامحلي بـ سامح لي لا اتكلمش يمكنك أنا خليني نكمل جونا لك شقدة نعم لك شقدة لك أقول إنك اليوم كرئيسة للفيدرالية حيات تلميذ بالأمور جاهزة نعم وكنت خليني نكمل وما تقاطعنيش يفهمني المشاهد أنا نقول لك هاد سنة لا لا معليش هاد سنة بدأت سي عمار هاد سنة بدأت أعطات يعني وزارة الطربية أو دولة جزائرية أعطات يعني فوق اللازم للمنظومة الطربوية مثلا ثقل المحفظة ثقل المحفظة حنا كنا نعاني وذل الأولياء يعاني وتلميذ يعاني والأساتيدي يعاني الحمد لله هاد سنة راح تكون فيها أولا عندنا الكتاب الرقمي عندنا الكتاب ليتسلم الداخل للمدرسة ويقعد في المدرسة وحق وهذا ملكية المدرسة وعندنا الكتاب الرقمي للوالي يقدر يتيلي شارجيه وغاتشويتما يستعملوا في المنزل هذا لتخفيض المحفظة نعم نعم دخلت هذا دخل الأدراج الأدراج أنا شفت تعليمة وزارة الطربية وتعليمة وزارة الدقائلية وهل هذا كافي للرقيب المدرسة الجزائرية؟ يبقى النقائس ولكن كما قال أستاذ مسعود نحن تدريجيا إن شاء الله نوصلون لتمنينها نعم وصلت الفكرة سيدة خيار نتمنينها الأحسن لولادنا وصلت الفكرة سيدة خيار أستاذ عمراوي ما كانت تقوله سيدة خيار هل فعلا وصلنا اليوم إلى المدرسة النبوذجية وبما تقوم به وزارة التربية الوطنية نقولوا أننا مستعدين مئة بالمئة لإستقبال الموسم الدراسي نحن لا نقولوا بيننا وصلنا نمو نقول لش مئة بالمئة بكل فخر واعتزاز أن الدولة الجزائرية ضمنت مصبا لكل طفل بلغ سنة مدرس وهذا قليل من الدول التي وفرت باعتبار أنني كنت في نقابة منتمية لنقابة دولية وقد تسألنا أزمال أنا في كثير من الدول لما نتكلم عن الجزائر التعليم المجاني وحتى الطالب في الجامعة يتقاضى منها ويدرس مجانا لم يستسيغ ذلك نحن نقول أن المدرسة في الوقت الحالي في عهد السيد وزير التربية الحالي هناك قرارات جريئة وشجاعة يجب علينا أن نثمنها قضية الإنجليزية كانت حلما بعيدا وأصبحت أمر واقع قضية تخفيف المحفظة قضية الكتاب المرقمن قضية تخفيف المحفظة البلديات واللغة الإنجليزية قرار رئيس الجمهورية وليس قرار رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية بكل فخر واعتداث نعم لا أحد ينكر ذلك المهم نحن نشيد بكل شيء إيجابي تقوم به الدولة تعنا إذا فيه تقدم سي عمراوي هناك نقاط إيجابية يجب أن تثمن نحن قضينا ثلاث سنوات في ظرف كورونا استثناء العالم كامل يعاني منه وبالتالي باش نخرج مباشرة ونتوقع بأن العملية تكون ناجحة 100% أعتقد أن هذا غير منطقي وغير معقبول في ظل هذه المعطيات لاستشعر المستقبل أفضل للمدرسة الجزائرية نعم في ظل هذه المعطيات يكفينا أن التفل الجزائري يدخل في يوم واحد وأعتقد أن وزارة التربية لقد أعدت نفسها إعداد جيد في هذا العمل نحن نتناقش نعم في قادرية الإكتظار موجود لا أحد ينكر الحلول الموجودة أبناء التلامير أنا نتمنى فقط أن الدولة انتعنا على غراري في سنوات سابقة كأن أساتذتنا اللي وفرضت لهم الدولة السكنات في الجنوب وراحوا أبنائنا من الشمال أساتذة تخرجهم الجامعات وخروا أبنائنا في الجنوب كذلك الإنجليزية اللي راهي الآن تقول أنت تعاني في بعض البلديات مكسجيلات بس أنا من أقول وإنما المعطيات المعطيات موجودة المعطيات موجودة المعطيات موجودة أنا مطلع عليها ولكن في بعض البلديات المجاورة لبلديات أخرى فقط البلدية أيضا يجب أن تتكفل على عاتقها كما فعلت في وقت الأزمة أنها وفرت سكنات للأساتذة أو على الأقل سكنات أو في مؤسسات تربوية يقتنون فيها بشيء ولداتنا يقرأوا نعم هذه الأمور رهي موجودة الوقت تقريبا انتهى سي عمروي سؤال أخير فقط ضيفي الكريمة وزير التربية الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة توعد كل من يخالف تعليمات والقرارات لضمن دخول مدرسي على الأقل حسن وجيد سيعاقب كيف تعليقون على كل حال هذا قرار جريء وقرار شجاع وهذا ما لابد أن يكون لأن القضية ليس في القانون القضية في تطبيق القانون في الوقع القانون قضية تانية هذا الأم كان بعض الناس استشكلوا قال لك عليك الدخولة الأستاذ في 31 والتنمين يدخل في 31 حتى الناس تغرب لها لكن عندما عرفنا السبب بطل العجب عليك قال لك الأستاذ الكريمة وسبقتني قال لك هذا العام ما هوش كما الأعوام الأخرين كين جديد عليك وزير التربية لما دخل لهذه المدة عليك كنا نعانيه في سنوات مقبل في الدخول المدرسي التلاميدي يدخلوا يقراوا وما كاش ربع أستاذة يعني مثل الإنجليزيات عن رياضيات فتكتر المدوامة وربما يضيع قريب شهر تلاميدي ما يقراش مدة معينة هذا العام يدخلوا الأستاذة ومن بعد يحصيوا المديرين يحصيوا الأستاذة ليس لتحقوش ويتصلوا بمديرية التربية باش يوفروا الأستاذة يدخل التلميدي يدخل يقرأ فقط كين واحدة الإشكالية ما تحتاج مكبين مدبيا باش يسمعوها لأنها لمصلحة التلميذ تخش معلول ما كملش كلامي وهي قضية إتمام البرنامج لأن الباكالوريا عندها علاقة بالسيجوند وعندها علاقة بالبريمير كيف ستكون الباكالوريا في هذا العام العادي هل تكون كالسنوات الفائتة العادية أم كما نقولو يديروا في الحسبان الدروس لما قرأهمش بلا ميزة باش كما نقولو في الباكالوريا ما تأثرش على أولادنا نعم أنا عندي نقطة فقط في أقل 30 ثانية يا أستاذ هذه النقطة التي ستنظيفها هي قضية القانون أساسي لمستخدم التربية الوطنية نعم ألا متخوف أن تكون هذه النقطة هي بؤرة التوتر في قطاع التربية في سيد وزير التربية أعتقد أنه ينبغي الآن مفكر مليح باش يكون قانون أساسي يكون في المستوى المطلوب تم تأجيله ثلاث أسابيع نتمنى فقط أن يكون من أجل دراسة موضوعية ومنطقية بحيث أن هذا القانون الأساسي يخدم كل الأسلاك خاصة الأسلاك المتضررة ويكون في صالح المدرسة الجزائرية باش تكون انطلاقة جيدة وانطلاقة فعالة نضمن تلميذ متفوق ونضمن أستاذ كف ونضمن طريق تربوي والجماعة التربوية كلها متعاونة من أجل مدرسة رائدة إن شاء الله كلما خير أو أستاذ خيار صغلي شكرا على كله نشكر الزملاء ونشكركم يعني كان الاهتمام ودخول مدرسي هذه السنة قلت لك يعطينا له الاهتمام يعني الحمد لله وإن شاء الله بتضافر الجهود يكون عرث على أولادنا وعلى الجزائر وإن شاء الله نكون اليد في اليد باش نحن اللي يتهمنا يتهمنا مصلحة التلميذ ومصلحة الأستاذ لأن عمري ما في الرقد بين مصلحة التلميذ والأستاذ يتماشاوا على بعضهم لكن الأستاذ مرتاح التلميذ أكيد يرتاح إذن إحنا اليد في اليد وإن شاء الله أكيد النقائس ستكون ولكن معلش نمشي تدريجيين نتدريجيين ونصلحوا ما يشقوا رآن نقدر نصلحوا نقدر نحسنوا من الأحسن إلى أحسن وهذا هو الدخول موفق للجامع ونتمنى ونشكر يعني كل طاقم التربوي اللي يصهر وراح يصهر أيضا وراح يتعب ولكن يكون وقفة فعلية وإن شاء الله الأستاذة خطر على بني كان بزاف الأستاذة اللي ما حبوش إن رجعوا للتعليم العادي وحبوا التفويج أنا نسمحهم بسكرة ربما ما فهموش ولكن هذه في مصلحتهم ووضح شكرا تفضل كلمة أخيرة أستاذ والله نتمنى دخول مدرسة موفق ونهني وولداتنا التلامير ونشكر البلديات وكل الجمعيات اللي رهي ساهمت شكرا لتقديم هذه المساعدات لأبناء التلامير شكرا شكرا كلمة أخيرا تفضل الأستاذ برك الله في كوة التغيير يكون تدريجيا مستحيل باش يولدوا كاملا ونحن عندنا التقى في سيد وزير التربية لأننا لمسنا فيه الجدية والصراحة والصحر لكن هذا اللي رأنا فيه الاستثناء هذا اللي رأنا فيه لابد مستقبلا أن يتغير وتكون منهجية وتكون خطط ويكون عمل داوب إن شاء الله شكرا جزيلا انتهى الوقت سيدة خيار شكرا جزيلا شكرا موصول لكم ضيوفي الأكار مشاهدي الأفاد بهذا وصلنا إلى ختم هذا العدد من برنامج مع الحدث تقبل تحياتي تحيات فريق التقني السلام عليكم